قول هل إعفاء اللحية سنة أم واجب وهل تغير إذا كانت بيضاء يعني إذا كان فيها شيء نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جئ بوالد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء فقال صلوات ربي وسلامه عليه غيروها أي البياض بالحنى والكتم بالحنى والكتم وجنبوه السواد فإذا ظهر الشيب واشتعل الرأس أو اللحية فتغير بالحنى والكتم اللون الأصفر أو البني أما الأسود فهو حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها فالصباغ بالسواد محرم وهناك يقولون حنى يباع هندي إذا بقي يعني صار اللون أسود لا ما يجوز لا يجوز واستخدام يعني هذه صبغة هي تضر بشعرك وبشرك وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا يعني السواد سواد الشعر كظلمة الليل ذهبت الظلمة بما فيها وجاء النهار ولهذا لما قيل لبعضهم ما هذا يعني ما هذا البيض قال هذه زبدة مخضتها الليالي والأيام نعم ومن عاش وطالت به الحياة ويأتي إليه الشيب فالشيب من خصائص الإنسان والحيوان لونه كماه والغراب يبقى على اللون الأسود ولهذا الناس يقولون إذا شاب الغراب ما يشيب الغراب فهذا وقار وهذه فيها منفعة إنسان إذا نظر إلى نفسه وقد ظهر الشيب تراه يقبل على العمل ويحرص على الحفاظ على وقته والذي شاب اليوم كان قبل سنوات في غاية من الشباب لم ير شعرة بيضا وهكذا أنت ولهذا كما يقال الشيب كره وكره أن نفارقه هو كره وكره أن نفارقه أما بالنسبة لحلق اللحية فحلقها حرام ورب العالمين ذكرها في القرآن قال هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فربها ولا تظن أنها ستطول بعض الناس إذا حلق في الأسبوع وقد طالت قال إلى أن ستصل هي تصل إلى مكان وتقف وإذا تركتها يعني البشرة والحكة لا تكون عندك بخلاف الذين يحلقون فتراهم في غاية من التعب نعم يعني بعضهم يقول تأكلني أنت أكلتها قبل أن تأكلك وآذيتها فلما آذيتها آذتك فأعفها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قص الشوارب وأعفوا اللحة اللحة وهكذا كانت لحيته ملأ صدره صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي في الصلاة السرية بالطراب لحيته بالطراب لحيته والشيب لم يكن فيه كثيرا وكان قد صبغ ووضع الحناء صلوات ربي وسلامه عليه والمشروع هو قص الشارب وجزه وإحفاؤه يعني ترك اللحية الآن كثير من الناس عكس رب شاربه وحلق لحيته والأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأخبر بأنها من الفطرة ولا تغتر بعض الناس قد يكون عالما أو واعظا أو خطيبا وهو حالق للحيته قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هنا بارك الله موسيقى